محطتنا التالية رح نروح فيها للمساحة القانونية ونحكي فيها عن تفاصيل قانون الإيجار شو بيتميز شو هي شروطه والتزاماته فكيد نحن بوقت أغلب الأشخاص عم بميعانوا رشوا من بعض المشاكل وخصوصا بين المؤجر والمستأجر رح نحكي كل هاي التفاصيل وكل الاستفسارات رح نطرحها اليوم على المحامية الأستاذة مونة صباح صباحكم صباح خير صباحكم هلأ كنا نحكي ونرمي النقطة أنه دائما فيه إشكاليات بين المستأجر ومالك العقار أو بترجع إلى القانون والنصوص فبتلاقي أنه اليوم حق المؤجر والمستأجر مضمون ولكن بتحسي أنه روتين الإجراءات في الناس كتير عم تختصر من النزلة والطلافة عم تروح لتختصر هذا العقد وهذا شيء عم يعمل لها مشاكل فيما بعد خلينا بداية نوضح أكتر شو هو عقد الإيجار بداية عقد الإيجار هو من أكثر العقود تداولاً وشيوعاً بين الناس ووفقاً للقانون هو من العقود المسمات والرضائية والزمنية التي تخضع لتوافق إرادتين متطابقتين لإبرام عقد الإيجار ويتم إثباته بكافة وسائل الإثبات في حال لم يتوفر شرط الكتابة فيمكن أن نعقد شفهياً أيضاً يرد هو على الأشياء الغير قابلة للإستهلاك يعني يرد على الأشياء المادية مثل المستودعات والعقارات القابلة للسكن أيضاً وعلى الحقوق المعنوية مثل حق الإختراع حضرتك حكاتي معلومة أنه ممكن يكون يبرم شفهياً طيب كيف ممكن يتم إثباته وخصوصاً معرفة بالقانون لازم يكون في وثائق لإثباته في حال نبرم عقد الإيجار شفهياً يتم الإثبات بكافة وسائل الإثبات المتاحة ولكن توصيقه يتم أمام الجهات الإدارية سواء محافظة أو ولدية أو أمام القضاء يتم إثباته أمام القضاء خلينا اليوم نحكي شو بيبيز عقد الآجار عن باقي العقود عقد الإيجار بتشابه مع كثير من العقود بنقاط معينة وبيختلف بنقاط أيضاً رح أعطي مثال مثلاً عقد الإيجار والعارية عقد الإيجار وعقد العارية بتوافقوا بنقطة أنه الأثنان بقابلية المستأجر أو العاري للانتفاع بالشيء المعير أو بالعين المأجورة ولكن اختلاف بيناتهم العقد الإيجار هو مقابل أجره أما العقد العارية هو بدون عوض بدون أجر وغالباً بيتم عقد العارية بين الأصول والفروع من انتفاع محل الضريبة العقارية بيتم بين الغير ولكن الشائع هو بين الأصول والفروع طبعاً عقد الإيجار هو للكل متاح يتم إثبات عقد الإيجار أيضاً أو توثيقه يتم أمام الوحدات الإدارية مثل ما ذكرت المحافظة أو البلدية ليعتبر سنة تنفيذي بينما عقد العارية يتم إما أمام كاتب العدل أو عن طريق المحكمة حسراً طب بحال وجود أكثر من مالك العقار وكتير من نشوفها بالوقت الراهي مين بحق لو يكتب هذا العقد وفي سن معينة تستلزم أنه عند يكتب العقد الأجار يكون مثلاً فوق 18 أو تحت 18 تماماً الأصل أنه مالك كامل العين المؤجرة هو من يحق له إبرام عقد الإيجار ولكن القانون أعطى الحق لمن يملك 75% من الأسهم يعني أي ما يعادل 1800 سهم من 2400 الجزء الأكبر يعني تماماً 75% بإبرام عقد الإيجار بس في حال كان العقار مثقل بإشارة حق انتفاع لا يحق سوى لمالك حق الانتفاع بإبرام عقد الإيجار ودون رضاء المالك لأنه نحن بالنهاية عقد الإيجار هو لحتى يقدر المستأجر ينتفع من العين المأجورة فبذلك حق الانتفاع محصور بمالك حق الانتفاع حتى يقدر يخلي المستأجر أنه ينتفع من العقار بده يكون مالك بإيده هذا الحق فمالك حق الانتفاع هو اللي بيقدر أنه يبرم عقد الإيجار أيضا في حالة بدي أذكره إذا مالك حق الانتفاع عفوا مالك كامل العقار اتنازل عن حق الانتفاع للشخص وبقي على قيد الحياة ما بحق مالك حق الانتفاع سوى يقوم بتأجير العقار لمدة ثلاث سنوات فقط هي وفقا للقانون هلأ بدنا نحكي عن موضوع إذا كان العقار مالك على شيوع مثل ما ذكرت أغلبية الشركاء هنين اللي بيقوموا بتأجير العقار ولكن في حالة ممكن يكون شخص مالك لحصة ضئيلة والأشخاص الشركاء هنين خارج البلد تماما وهو قانت بالعقار يعني الحيازة لقيله فقام بتأجير هذا العقار هذا التأجير ما بيسري بحق ما بقية الشركاء إلا إذا وافقوا عليه وفي حالة لم يتم الموافقة ودون علمهم فهذا عقد الإيجار فأمام عفوا المالكين أو الشركاء أمامهم حلين إما أجر المثل دعوة أجر المثل مطالبة بأجر يعني موافقتهم على التأجير أو إنهاء أبطال عقد الإيجار تماما لعلية عدم اكتمال النصاب القانوني واللي هو 75% في السن معينة أكيد اللي هي الثامنة عشر عاما كمان في حالات ممكن للقاضي الشرعي أنه يأذن للبالغين الخمسة عشر عاما بإدارة أموالهم أنه يأجروا العين المأجورة أو أي شيء غير قابل للاستهلاك مو شرط عقار بس لمدة لا تتجاوز السنة وفي حال تجاوزت كمان بدا موافقة القاضي الشرعي كمان أيضا في حالة وجود الولي الجبري وهو الأب لمن لا يتجاوز الثالث عشر من العمر كمان في حالة الوصاية في حال عدم وجود الأب مثل الجد أو الجدة فهنا يقولون أنه يبرموا عقد الإيجار بموجب موافقة القاضي الشرعي ولكن على أن لا تتجاوز السنة بالنسبة للمباني خلينا نحكي عن الالتسامات اليوم الموجودة ضمن عقد الإيجار إن كان لأمالك العقار أو للمستأجر بالنسبة للمؤجر الالتزام الأكبر والرئيسي أنه يسلم العين المأجورة وهي صالحة للانتفاع بيلتزم بمثلاً إصلاحات الكهربائية التمديدات الصحية يعني يسلم العقار بحالة يقدر المستأجر أنه ينتفع فيها بس طبعاً هذه القواعد هي مالا من القواعد الآمرة ليست من القواعد النظام العام يمكن الاتفاق على خلافة هي قواعد تفسيرية ومكملة فممكن أنه يتفق المؤجر مع المستأجر أنه هو من يقوم بهذه الإصلاحات يبترجع لاتفاق الطرفين بس هي بالأصل المفروض المؤجر يسلم العقار وهو صالح للانتفاع أيضاً التعهد بالإصلاحات الأعطاء الممكن يصير عطل بالمنزل بالتمديدات يعني بالشيء الأساسي بالمأجور المؤجر هو اللي بيلتزم فيها أيضاً ضمان عدم التعرض المادي والقانوني المادي أنه ما بيحقله للمؤجر بأي لحظة أنه يدخل للمنزل يعني المنزل لازم المفروض أنه يخبر المستأجر وطبعاً ما بيمنعه من أنه المؤجر إذا حابب أنه يعرض بيته للبيع أنه يعرض المنزل لأشخاص ما في مشكلة بس يكون على علم فيه المستأجر عدم التعرض القانوني ما يجي شخص يقول له أنه أنا مالك المأجور وطلعه من البيت مثلاً كمان ضمان العيوب الخفية عدم وجود عيوب خفية بقلب البناء يعني مثلاً أنه يكون العقار هو مهدد بالانهيار تماماً فبده يضمن أو يحاول حيط المأجور بأنه هو قابل للسكان أو في حال إذا كان استخدامه تجاري قابل لأنه ينتفع فيه تمام خلينا نحكي عن حالاته للمستأجر والمؤجر يعني عفواً ما ذكرت التزامات المستأجر للسؤال فيه فكرة بدي نوح عنها المستأجر ما كتير بنتبه لقصة أنه العقار لازم يتأكد مين المالك قيداً عليه وحتى إذا تأكد بدي يتأكد بنخلوه العقار من عدم وجود أي إشارات عليه في حالة نحن عنا بالقانون مثلاً بحالة وجود إشارة رهن لصالح مصرف من الدرجة الأولى أو وجود درجة عفواً إشارة امتياز جبري فاليوم بحالة بيع العقار بالمزاد العلني ووضع فيه شيء اسمه عنا بالقانون الكشف ووضع اليد من قبل التنفيذ فبهي الحالة المستأجر بيلتزم بدفع الأجرة لدائرة التنفيذ يعني هو ملزم بدفع الأجرة لدائرة التنفيذ طيب نحن في حال ما ندفع هو ما عنده علم لأنه هو ما تأكد من صحيفة العقار مثل صحيفة العقار من أي إشارات فهو بالتالي لمين عم يقم بدفع الأجرة للمؤجر فهو اللي بيلزم ساعته تلزمه دائرة التنفيذ بأنه يدفع الأجرة لدائرة التنفيذ يعني هو دفع مرة للمؤجر وصار بده يدفع لدائرة التنفيذ أيضا فبده يتأكد مو بس أنه أنا مالك العقار المؤجر اللي حكينا فيها بالبداية أنه دائماً إهمال هدول النقاط تماماً كرمال مال الروحة والرجعة وهدول الأصاص تماماً لا يوجد تشيكة كاملة على العقار فعم تروح لمشاكل كثير خلص أنه يشوفه وأنا مالك ليكني أنا مالك بالطابو وما بيتأكد بقى شو الإشارات الموضوعة على العقار يعني هي الإشارة أو الصحيفة العقارية هي الإعلام الغير صح يعني هو مو من واجبه دائرة التنفيذ يعني ما بتخبر المستأجب ما أنت لما استأجرت أو أبرمت عقد الإيجار أنت شايف الصفحة العقارية أو عندك علم فيها فأنت لازم تتابع هذه الإشارة تمام وأيضاً أنه الاتزام بدفع الإجراء بالموعد المحدد إخلاء العقار طبعاً للعقد نحن عم نحكي بالنسبة للعقود المبرمة في ظل المرسوم التشريعي رقم 20 عام 2015 أو العقود المبرمة للسكن في عام 2001 أو التجارية أو لمهنة حرة في عام 2006 والمعدل الأخير هو المرسوم 2020 لعام 2015 الذي ذكر كل هذه الحالات أحياناً نلاقي عقود طويلة شوي ممكن سنة أو سنتين بحق للمؤجر يطلع المستأجر بنص العقد أو قبل ما يخلص ويدفع له مثلاً اللي بقيان له من العقد تصير هاي الحالة؟ هلأ نحن عنا حالة المستأجر ملزم بدفع الأجرة لانتهاء مدة العقد تمام؟ في حال حبوا يفسخوا العقد ما في مشكلة يعني هي باتفاق الطرفين بس هو العقد الإيجار مدة معينة لقاء أجر معين في حال أنا المستأجر طري يسافر بس لازم رضا الطرفين لفسخ طبعاً رضا الطرفين حب المستأجر يسافر هو ملزم بدفع أجرة مثلاً هو أنا عامل عقد إيجار لمدة سنة أنا متزم بنيدفع أشرة لمدة سنة إلا إذا اتفقوا الطرفين بفسخ العقد فمثل ما ذكرت العقد شريعة المتعاقدين تراضي يعني هلأ كمان بدي أذكر في القانون رقم 111 مرسوم 111 لعام 1952 هو الخاضع للتمديد الحكمي ما فينا ننهي عقد الإيجار في حالات لإخلاق المأجور ولكن في شيء اسمه إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للعقارات السكنية طبعاً هاي محصورة للمالك قيداً والمسجل على السجل العقاري يعني ما بيمشي لحابة الموجب حكم محكمة لازم يكون مسجل قيداً وعلى السجل العقاري ومو من حق المنتفع هي من حق المالك فقط فهو بيقوم بدفع 40% من قيمة تخمينية للمأجور للمستأجر وبيستطيع إنه يخلي هلأ هذا الموضوع كتير مهم رغم كل يعني نحس إنه في مشاكل أكتر منه مثلاً في مشاكل معقدي أكتر منه بهذا العقد ولكن دائماً نحن نلاقي في مشاكل كتير بموضوع الأجار إن كان بيت أو محلات بموضوع الإخلاق بموضوع الضرائب بموضوع حتى ارتفاع أسعار الأجارات هلأ بصباحات تانية هنحكي بهذا الموضوع كتير مهم اليوم القانون يدخل بتحديد أجارات إن كان المحلات العقارية أو البيوت سرنا نشوف يعني أسعار فلكية أسعار فلكية كوكب تاني يعني فكتير نشكرك على حضورك معنا اليوم والمعلومات اللي قدمتيا ودائماً نحن منقول القانون هو نص لحتى يضمن حق الطرفين أكيد طبعاً أكيد محامية مونة صباق شكراً كتير لو جبك معنا اليوم شكراً لكم أهلا وسهلا بحضرتك